موسيقى ازايكم شباب عاملين يا رب اكونوا خير طبعا اتضح ان الصطوف شرير وقاتل الفتاة وحارق موسيقى 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 عنده عقدة كده اللي هي ايه اه زي ما يكون يعني انا هبة تمام انا هبة دي معرفاش معرفة شخصية تمام اه وهي حتى لو هي اتداقت من اللي انا عملته وقالت لي مسلا حاجة دي غلط وكده انا مش عاملها تاني اه فاهمين الفكرة الفكرة ان الموضوع انا ما همتش هبة ولا غلط فيها ولا اي حاجة الموضوع كان كله هزار حتى الاتشات كان هزار وعملت ميمزة على نفسي وعملت ميمزة عليها وحطت اسمي على ابراهيم المضحك الموضوع كان هزار عادي صح صح تمام ييجي واحد اه انا ما عابش عقلية دي ازاي بس هو داخل يقول لي ليش تعمل كده في بنات الناس ومش عارف ايه يا ابني يا ابني الناس انت شايفني اه مسلا يعني عملت ميمزة على صورها مسلا اه جبت صورها والتريات عليها اه نشرت رقم تليفونها اه وقالت لك اه والله دي اه كذا بانت كذا ما انا عالية دي لعبة واحنا في لعبة اخبرك وانا بعمل بحاول اعمل حاجة بحيس تطلعك بالمود الاكتئاب اللي انت فيه كاحيان تمام انا بعمل لك حاجة جديدة كده فاهم بحيس ان انت تتحك بتاع انبسط انما انت عقلك كده متركب شمال انا ما ليش دعوة دع قلية تكون انت تفهم زي ما انت عايز يعني مسلا اه تعمل له فيديو حلو يقول لك دراما دراما تعمل له فيديو دحك ويقول لك بتهن البنات وبعدين يعني اهين البنات يعني اهين البنات لما اغزى في اللفظ احنا كلنا جايين من مين يعني امهاتنا كلها كانت بنات يا بني ادم يا بوراس مربع انت كوكم ابنك عيدة وربنا جماعة الناس مفتومة كآدم يعني انا اهين ليه البنات وبعدين يعني لما اجي اعمل فيديو اه هزار لازم تفهم يا بني ادم ان ده هزار يعني طول ما فيه ميمز وفتاع وبحطلك ميمز عشان ادخلها في موخك التخين ده وفاهمك ان ده هزار انما يعني انا مش فاهم يعني بصراحة انا 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 لو انا لو علي والله العزيم اجيب لك اخي اوباما اوباما المصري بشحمه ولحمه اجيبه معايا ونفتح لايف من هزي القناة الكاحيانة تمام واخليه اديك درس في الاخلاق تمام بس بحط السماعة البس السماعة يعني عشان لو حد من اهلك سمع الاخلاق اللي هتطلع في الفيديو انا مش فلزوم بالله اعزالنا تمام؟ او اسم الفيديو ايه اكتبولي او انا كاتب اسم الفيديو ايه عشان نفتكر الحلقة اصلا انا بعمل حلقات ده عندك ما عنديش يامر حميلي حادي دلوقتي في محتويات كتير على يوتيوب تمام؟ من فترة نزلت الفيديو اه كان بيدخل واحد اه ما عارفش كانوا يعملوا ايه بصراحة بس دخلوا على اللاين بعدين رح دخلوا على قال لي حمل تطبيق اسمو فيمو او بيمو مش فاهم مش فاكر بس له نزرق كتبه تمام قال لي ادخل اه ونتكلم هناك بطلو ماشي قال لحمل التليجرام عشان نتكلم هناك عشان الحساب التاني اتقفض بطلو ماشي عملت التليجرام دخلت كلمته حكالي على قصة حصلت معاه تمام حكيت القصة زي ما هو حكيها لي بالزبط ونزلت على اليوتيوب جات لي كمية تعليقات يا اخي رعب وليش تعمل كده والناس اه اه في اطفال بيتابعوك ورعب على اساس ان اليوتيوب ده بفش يا ابني انت عن نت يا بابا عن نت عارف يعني عن نت يعني انت بحست عن اي حاجها تجيلك تمام فاقول لك انت بتنشر رعب وبتخوف الناس ومش عارف ايه لانا حتى في قصة والله واحد حكيها لي اكل دماغي عمل يقول لي انشرها 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 وانا مش عايز انشرها والله ما عايز انشرها مع اني صورتها بس مش عايز انشرها يعني هي واقفة عن مونتاج بس انا مش عايز انشرها عشان خطر التعليقات الناس اللي مخها مربع رأسها مربع سوريا تمام فالكصة اللي هو كان حكيها لي في الاول الشخص ده كان فيها كلام اه نوعا ما خطير خطير من ناحية ان هو دي علاقة بالسحر فكنت لما اجي اصور الفيديو كبتحصل معي حاجات غريبة يعني اقسم لكم بالله الجهاز تلات اربع مرات وارا بعد يفصل لوحده وانا بصور واتماشي باندي كام اللي بصور بيه يقول لي الكورس ممتلئ ادخل علي الكورس مش ممتلئ افضي مساحة كبيرة اكمل تلات دقايق في التصوير الاي اجي عند نقطة معينة والجهاز يضفي انا قلت اشغل دماغي لو على الاشباح والعفاريت والكلام ده فانا عحط عليهم والتاق وروح تمسك الموبايل وفتحت منه تسجيل وبيتسجل من الاتنين بحيس لو فصل الكمبيوتر انا دماغي شغالة ايه الموبايل يبقى شغاله بيسجل دماغي شغالة بقى انت عارفة خوك المصر يعني فاااااااا بسجل البتاع فالظاهر انا بقول اسم دي خطيرة يعني فااااا pulling فلقيت الموبايل فصل بس الفصل الشحن طفى يعني يعني كأنه حد يعني طفى بدخل علي الفيديو المفروض ان هو هسجل الفيديو دخلت لقيت مفيش فيديو. تمام? ففضلت رحت ادخلت اسألته. تقول له يا عم انت ايه الحوارات دي وكل ما اجي اكتب اتكلم اه احكي القصة يحصل كذا كذا كذا. قال لي ما عرفش. وراح عمل لي حظر. تمام? بس ما عملش حظر في ساعتها يعني. ثانية ناخد شفتة شاي. شفتة. فالحمد الله عرفت ان الاسماء دي المفروض ما اقولهاش في الفيديو او مسجلهاش. فما سجلتش قلتش الاسماء دي. تمام? فالفيديو طلع وكان حلو نوعا ما. والموسيقى كانت عالية حتى انا ما يعني ما مزبطش لان انا اول مرة هنحطي قصة وكده. فما طلعش احسن حاجة يعني. بس التعليقات برضو في واحد برأس مربع يجي يقول لك انت بتنشر الرعب ومش بتنشر الرعب. مش عارف ايه زي ما يكون انا جبت جبت جن معايا في الفيديو. قلت له عليكم السلام معاكم اخوكم الجني. تعال يا جن بعد ازنك كده بس. قول لي يا جني انت بتتحول كم مرة في السنة. ها? ها? تحاول اللي قدت اولا. احنا تهزقنا جماعة. والله العظيم تلاتة. احنا تهزقنا. ايه? في ايه جدعان? في ايه بديات اكسن بالله يعني في عقليات اكسن بالله. اه مكانها مش هنا. مكانها مش هنا معناها ان هي مش مكانها على الارض. مكانها مش في الكون كله. تمام? دي عايزة كابسولة يتحطوا في كابسولة. بس مش كلهم بصراحة لان احنا محتاجين بعضا منهم انهم برضو بينفعونا في هزا العلم الكائيب. خبالك يتحط في كابسولة. ويتضرب اه برا المجرة بتاعتنا. تمام? بس يكون ايه? نودي مجرة تاني تكون المجرة دي بيئة يعيش فيها. يعني مساء يلاقي في راس مربع مسلس مدور مضحرج. يلاقي كل الرؤوس هناك وتعرف عليه وممكن هناك يتكسر. وآآ طيب. هيج واحد يقول لي انت آآ ما بتحبش اللي يخلفك الرأي. او اللي يقول عكس اللي انت عايزه. لا يا حبيبي قول براحتك. قول براحتك التعليقات مفتوحة. انا بقى ما بقولكش متقولش. تكلم عادي. بس لازم تكون فاهم يعني لما تلاقيين يطلع بتكلم جد. خلاص. انما لما تلاقيين عامل فيديو هزار وانت تيجي تتكلم جد. طب ازاي? انت عكست الاية كده. يعني انا جاي بتكلم بحزار وعمل فيديو ميمز وبدحك بتاع. وتيجي انت. انت عارف ان الفيديو ده متصور ليه كام يوم. ابني ادم يا براس مربع. والله انا نسيت من امت اقصيم بالله. يعني من فترة كبيرة يعني. يجي ممكن يدخله في الاسبوعين. يعني بقى له بتاعة خمسة شهر يوم. آآ صورته آآ وحتى ايوب. ايوب اللي حشدني. آآ ما كانش في اي ما بينه واي مشاكل. بالعكس ده انا اتكلمت معاه. وآآ وقلت له ان انا هنزل الفيديو وكده وقال لي تلعني في الفيديو. خلاص عادي. تمام? وبعدين انا ما بلعتوش حتى لو بلعتو. عادي. المهم ان انا ولا اغلطت فيه ولا اغلطت فيه ولا اغلطت فيه ولا اغلطت في اي بني ادم غير يا ابو رأس مربع ده. والناس كل شوية تسألني على ابو اه ابو صلعة. يا جدعان ابو صلعة لديه فانز قوي الان. انا خايف اول حاجة على ابو صلعة يجي واحد تحت يصلعني. اخذلك? يعني ابو صلعة ما شاء الله بقى عنده فانز وبيسألوا عليه والناس بتتطمن عليه. يعني انا غيبت وآآ كنت تعبان فترة ما حد استهال علي تخيلين صلعة صلعة اختفى بس مين عايزين نعرف صلعة اختفى سين? ابو صلعة اختفى فين? ممكن نعمل فيديو اه نسميه ليلة البحث على ابو صلعة. وانا مستعد ان انا هلاقي دليل على اختفاؤه. اكيد ممكن يكون دراسة يعني اكيد يعني اختفى بسبب الدراسة لان انتو عارفين ابو صلعة يعني سنه صغير مش كبير يعني. تمام? فااااا. ممكن ندور على ابو صلعة. واخد بالك وهو ممكن نلاقيه في اي قناة ولا نلاقيه مرمي هنا يا عيني ولا مرمي هنا واخد بالك انت يعني عاود نعمل خير طيب في الوقت الكصة اللي انا قلتها اللي انا صورتها بس لسه ما عملت لاش منتاج الكصة دي حكيها لي واحد عنده خمساشر سنة هي قصة بصه هي هي تدخل العقل وفي نفس الوقت ايه يعني في عقول مش هتتتقبلها يعني انا نفسي في حاجات سدقتة وفي حاجات ما دخلتش دماغي نهائيا يعني كأنه بيحكي حاجة يعني عارفين انتو الحاجات اللي هي الاحلام اللي بتجيلك ده احلام العصر كده عارف انت الوقت بتاع العصر كده ما تكون نايم او تلاقي مسلا قط بتاعك بيقولك هات التونو يا بغلاو او يقولك اطلع برة او يقولك كده تشخف الارض طب ازاي يعني 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 ايضا فهم ممكن سبحانه فهم المهم يعني نعمل تصوير نعمل تصوير تشوف لو حابين ازيع القصة تمام مش حابين برضو تمام بس هام حاجة عايزين عايزين الفيديو بقى في موسيكا رعب كده ولا موسيكا هادية ولا من غير موسيكا لان انا حاسس ان الفيديو من غير موسيكا هيبقى وحش لازم احط موسيكا رعب فيها الكوبرايت يعني مش لايبقى وحش لازم نبلع الكوبرايت فهاشوف احاول لو عرفت suit ا ام الكوبرايت هزيله عرفتش اهو كفته انا غلطي في الكوبرايت انا اث gangfa انا قسف الا ام الكوبرايت انا قولته ازيل ام الكوبرايت فانا كده غلطت في ام الكوبرايت وكوبرايت ليه حقي programme an приехate في كوبرايت مش هتابل اعتذاري ها تعمل لي كوبرايت ماشي عادرة كوبرايت هاشيلك هاشيلك برضه هاشيلك في المنتاج. عايزين حاجة يا شباب? سلام. انت فيك حاجات مفتأ احلامي. في معلش ما صوتي. انت فيك حاجات مفتأ احلامي. شكرا يا فندي والله يا رب يكون فتأ احلامك ده يكون راجل محترم. انت بتخليني يعني بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشع واحدة في قلبي عشان استاهل. اني انا استاهل. ان انا مش فاهم. ان انا راجل حيوان. يا ابني انت اصلا تفهم ايه في اي حاجة. فاشل فاشل فاشل. فاشل. ولا هتفلح في اي حاجة. وانت انجحت في حاجة قبل كده. انت حر. ده بتاع نسواني وبتاع بنات وفي حد مش بتاع نسواني. يعني احنا بتاع عيالي. انا كنت بده الموضوع سيريس واخت بلاي الجاد. واسل ضربتها في دماغي. قلت انت يا عم بتكلم ناسي. ناسو لها. المترجم للتقنقر أهم جميع رأيتك لقد عرفتك الآن kerning اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة